موسيقى موسيقى الرياض مقادرة القصفان والموندوى تحت الواع الاتحاد المغربي للشغل نحن في اليوم التالت في الاعتصال من فتوح اليوم التالت المنتظروا أن ليصل صادق قدل المسئولين وخصوصا السسلطات المحلية المسئولة عنpopular قطع السياحة في مراكش فيهو سيد الولي وليس تشعر النحل وليس تكلم Makك qualifix عنو ديالها وما زال مصرع لابتزاز ديالها لنا وتتستغل وتتستغل الاحتياج ديالنا وما بغاش تعطينا الحقوق ديالنا او تفتحنا البيبن ما كان حتى شي تواصل ما كان تشي حل ما كان ما كان حتى شي حاجة اه ما كان تشي حاجة رسمية تبقى مجرد اشاعات مجرد مبررات ليه واهية اللي ما قنعتنا اش كعمال ومستخدمي ومستخدمات ديالات السلسل الفندقية احنا ما زال مواصلين في النضال ديالنا بجميع اشكال دياله القانونية السلمية الى ان نصل الى الهدف ديالنا اللي هو الرجوع للمناصب الشغل ديالنا او او اه نتعوضوا التعويضات القانونية اللي كيسمح بها القانون احنا رام مستمرين وما ديش نعياه وما غادش نتعبو احنا رام مواصلين ومواصلين تحت توجيهات ديال المنطقة اللي كانت تميوليها الى ان نصلها للمبتغين ان شاء الله شكرا ومطالبنا المشعوعة على وهي العودة الى العمل والدفع بادارة سلسلة فنادق مقادور الى جلوس الى طاولة الحوار من اجل فضل هذا النزاع المفتعل وكما قيل لكم يعني الاخوان ديالكم كانوا في واحد اللقاء اللي هو في داخل الولايات اللي احدثوا الجنة الاقليمية واللي بطبيعة الحال العجرة فانتهت الادارة تات مقادور لم تحضر هذا الاجتماع والحين على السلطات التي حضرت هذا اللقاء باعادة الدعوة لهذا المتعجرفين الذين يريدون ان يعلو على القانون وكانت فرحة مرة اخرى امام الاخوان ديالكم في لقاء والي الجهة الذي الاحى ويلح على مواكبة هذا الملفهدى واعطائه الاولوية من اجل الخروج بنتائج التي ترضي الطبق العاملة فمسيرتنا النضالية مستمرة ووقافتنا الاحتجاجية مستمرة واريد ان انبه الاخوات والاخوة على الحفاظ على سلامتهم الصحية والالتزام الحجر الصحي الذي هو مرفوع في هذه الترفية الحالية فعلنا جميعا ان ننخبط في هذه العملية وان نتجنب الاسوأ ولكن مسيرتنا النضالية مستمرة حتى ان شاء الله الخروج بنتائج اللي هي ايجابية نتائج اللي احنا من الاجل ديالها نحتجونا كل يوم في هذا المكان هذا ومن طبيعة الحال النضال ثم النضال حتى الخروج ان شاء الله بالنصر وعاش الاتحاد مغربي الشغل على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الهام جهري من مستخدمي سيسلات فنادق مغادور احنا هنا دخلين في اليوم الثالث من الاعتصام المفتوح هاد ناس هادو دروا لنا ترتع السوفي جماعي دون سابق انظار وتقريبا شهر هادو احنا احنا كنديروا وقفات كنديروا وقفات احتجاجية وتحت من المسؤولين ما تدخل ولا سولة اشنوكين لا من السلطات المحلية ولا الوالي ولا من ممتلي المؤسسة ما كانتاش يتواصل معهم قريبا تواصل منقاطع ما ما توصلنا معهم لتاشي حل هما تحاولوا باش يستنفضوا الطاقة ديالنا باش نقبلوا بالحلول ديالهم الحلول اللي قدموا لنا هما اعطونا حل هو البلون سوسيال اللي بغى الحساب دياله يجيشدوا بالطريقة ديالتهم هما ماشي البلون سوسيال بشكل قانوني اللي هو اتخذ فيه قاع الحقوق ديالك الناس هنا القليل فيهم ضرب معهم خمستاشر عام وستاشر عام والناس ضحاوا معهم بصحة ديالهم وخدموا معهم بشكل متفاني وخدموا معهم زيما بشكل ما كانوش ديرين في الاعتبار بأنهم خدامين عندش حد نحن خدامين في ديالنا احنا كان طالبوا هاد الناس احنا بغينا نرجعوا لخدمة ديالنا والليلة هما ما بغوش يرجعونا لخدمتنا يعطونا الحق ديالنا بالصفة كاملة الى عجبكم في الفيديو ما تنسوش الشراك والضغط على الجرس بش يوصلكم الجديد